شيمابو وبرو روح حاي قاديش حاصالوه شاريرو آمين أحد زيارة العذراء مريم لنسيبتها الإصابات والعنوان إرشاد الله فمن أين لي أن تأتي أم ربي إلي نفتح كلامنا بصلاة رائعة للقديس ماربولوس في رسالته إلى أهل أفسوس الأصحاح الأول مطلعها مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته وفي هذه الصلاة يورد ما صنع الله لنا باختياره وإرشاده لنا باركنا في المسيح أي أعطانا الله حنانه وبركته عبر وحدة يسوع مع المؤمنين لأنهم يشكلون جسد المسيح اختارنا في المسيح أي هيأنا لنكون بلا لوم لنكون قديسين تبنانا بالمسيح دلالة على أن الله بادر تجاهنا وجعلنا له أبناء ونادانا أحبائي ليضعنا بمسؤولية الأبناء تجاه هذا النداء كشف لنا سر مشيئته هذا السر الذي يدل على مخطط الله الأزلي وهو الخلاص لكل الناس الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون يجمع تحت رأس واحد وهو المسيح يجمعنا برباط المحبة فيقودنا إلى الحياة ونحن يا أحباء الكرام نعيش الزمن قبل الميلاد وهذا هو الأحد الخامس من سلسلة الأحادات الثمانية التي تسبق الميلاد وأحداث الزيارة المباركة بأحد زيارة العذراء مريم إلى نسيبتها الإصابات في زمن تظهر قوة الله اللامحدود وما هو مستحيل في منطق البشر ما هو غير ممكن في عين البشر يصبح ممكنا وحقيقة من عند الله لأنه مكتوب لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله من حمل الإصابات إلى حمل مريم إلى التوضيح الذي أعطي إلى يوسف وأخيرا آية الآيات التجسد الإلهي وميلاد الرب يسوع بالجسد وفي النص الإنجيلي الذي تلي على مسامعكم من بشارة القديس لوق البشير الإصحاح الأول نسميه إصحاح البشارات نرى القديس مريم تقوم بزيارة إلصابات بعدما علمت من الملاك أنها حبلة في الأحد الماضي أحد بشارة العذراء قدمت لنا العذراء مريم مثالا تطبيقيا وواقعيا للوصية الأولى الكبرى في الشريعة تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك وفي هذا الأحد تقدم لنا العذراء مريم مثالا آخر تطبيقيا للوصية الثانية تحب قريبك كنفسك وهنا لا تظهر مريم محبتها للآخرين فقط بل تظهر محبة الله لهم وهي قد حملت هذه المحبة مزروعة داخل أحشائها وممكن أن نعطي عنوانا عريضا لهذه الزيارة ونقول بشرى فرح وسلام بدأت الزيارة بلقاء فرح لقاء الله اللامرئي بكافة الذين يرغبون التعرف عليه والسجود له فهو الذي أتى إلى محبيه جلبته إليهم أمه مريم وها هي الإصابات ستشهد للمسيح بوحي من الروح بعد سماعها لسلام مريم فلما سمعت إلي صابات سلام مريم ارتكظ الجنين في بطنها وامتلأت إلي صابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك فمن أين لي أن تأتي يا أم ربي إلي ونحن يا إخوتي وأخوات الكرام من خلال هذه الزيارة مدعونا لنرى بعين الإيمان كم أحبنا الله الآب إذ أرسل ابنه وحيده لخلاصنا فوحدنا به وتبنانا ما علينا سوى أن نحمده ونشكره مع مريم قائلين تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي حاملين هذه البشرى بسلوكنا بأعمالنا ونقول ونقول مع الحكيم في سفر الجامعة فلنسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله وأيضا نقول مع الإنجيل متى الرسول فليضع نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات وفي حدث الزيارة استعمل الإنجيلي لوق البشير الفعل ارتكظ أي تحرك دالا لما حدث في الزيارة إذ يقول وعلى لسان الإصابات فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتكظ الجنين بابتهاج في بطني ابتهاج الجنين يحن بقدوم الجنين الرب يسوع وهذا الشبه المقصود أن داود أن داود في القديم رقص فرحا أمام تابوت الرب ذلك مذكور في سفر صموئيل الثاني الأصحاح السادس إذ قال ولما دخل تابوت الرب مدينة داود أشرفت ميكال بنت شاول من الكوة ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب وهنا اليوم يحن المعمذان الجنين ارتكظ ابتهاجا فرحا أمام من؟ أمام تابوت العهد الجديد الحي العضراء مريم الحامل يسوع الجنين في أحشائها وبقي تابوت الرب في بيت عوبيد آدوم الجدي ثلاثة أشهر وبارك الرب عوبيد وكل بيته هكذا مكثت مريم في بيت زكريا نحو ثلاثة أشهر ثم رجعت إلى بيتها حيث تبارك البيت أيضا بيت زكريا لتكن العضراء مريم مثالا وقدوة للمرأة بكل أشكالها وعناوينها المرأة الأم المرأة الزوجة المرأة الأخذ في الخدمة والطاعة والحفة والنقاوة المرأة جوهرها طاقة قوة حكمة عناية وما أحلى عندما يصفها الحكيم في سفر الأمثال قائلا إمرأة فاضلا من يجدها لأن ثمنها يفوقا لآلئ هكذا نطلب معونة الرب ورعايته لكل الأمهات والأخوات الفضليات في بيوتهن في كنائسهن في أعمالهن في تهيئة كل ما يلزم لاستقبال الرب بفرح بالروح والحق هكذا حصل في بيت زكريا ويرددنا مع الإصابات حينما قالت من أين لي أن تأتي أم ربي إلي حتى نعيش حتى نعيش كلنا كأسر وعوائل بشركة روحية مقدسة وتتسم زياراتنا بالأحاديث المفيدة الروحية لتبلغ المقاصد الإلهية والعبادة الطاهرة النقية هكذا وبهذه الصورة الجميلة نهيئ نفوسنا وبيوتنا لاستقبال الرب بابتهاج وفرح ويوم الميلاد المجيد بركة الرب تشملكم دائما بحضوره في وسطكم والنعمة تشمل جميعكم دائما وأبدا آمين واليوم يا أحبائي تذكرنا الكنيسة المقدسة بتذكار الملفان الكبير ماري عقوب السروجي الذي يصادف في اليوم التاسع والعشرون من شهر تشرين الثاني أي بعد غد إذ نذكره اليوم الأحد القريب من تذكاره افتخارا برجالات الكنيسة وآبائها الميامين ومن مفاخر هؤلاء في كنيستنا السوريانية الأرثودوكسية الملفان الكبير ماري عقوب السروجي فالحديث لا يكفي عنه ولا تكفي المجلدات والكلمات أن توفي حقه ولأجله كتب عنه المثلث الرحمات ماري عقوب الثالث في كتابه بعنوان هبة الإيمان أو الملفان ماري عقوب السروجي أسقف بطنان قائلا ماري عقوب السروجي هدية لكنيستنا ذلك أنه كان قثارة الروح القدس وملفان البيع الجامع الرسولية بل آية من آيات الله ويضيف أيضا بالقول فإنما نقضي بذلك حقا يمليه علينا واجب الاعتراف بأياديه البيض على كنيستنا التي رضعت طقوسها وصلواتها اليومية على مدار السنة بفصوص مياميره العجيبة وأناشيده العذبة الذي صار ينبوعا مباركا يتدفق عطاءا روحيا خالصا مبروك مبروك لكل من تسمى باسم يعقوب نفعنا الله بصلوات هذا الملفان وجعل هذا خالصا لمجده ولبنيان كنيسته والنعمة تشمل جميعكم دائما وأبدا آمين